في تطور لافت على الساحة الأوكرانية أعلنت جيش الروسي السيطرة على مدينة نيويورك في أوكرانيا وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسار الصراع المستمر منذ عام 2022 تقع هذه المدينة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا الذي يعد مركزاً للمعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ بداية الحرب السيطرة على نيويورك التي تحمل اسماً يرمز للعالم الغربي والقوى الاقتصادية قد تحمل في طياتها أبعاد رمزية واستراتيجية فالمدينة التي كانت جزءاً من الحدود الفاصلة بين القوات الروسية والأوكرانية أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية مما يفتح الطريقة أبهم الجيش الروسي لتحقيق مكاسب جديدة في المنطقة أما علاقة التقدم العسكري بتحذيرات الحرب العالمية الثالثة تزامنت مع تحذيرات صارمة من سيرجي تشيميزوف الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكداً أن الغرب بات يخاطر بإشعال حرب عالمية إذا استمر في التحريض على حد تعبيره على الصراع في أوكرانيا والسماح لكييف بمهاجمة الأراضي الروسية بالإضافة على تزويده أوكرانيا بالأسلحة وفي المقابل فإن المجتمع الدولي يصف التعنت الروسي وكذلك التهديد الأوكراني عاملان محرضان على استمرار الصراع كما أنهما يقودان ورقة المفاوضات إلى طريق خطوط مزدودة المترجم للقناة